الله يسعد أيامكم وكل وقعتكم بكل خير رجعت لكم من جديد بقصة جديدة بس قبل لا أبدأ بقصتي لا تنسوا تشتركوا بقناتي إذا كنتوا جديدين ولا تنسوا تحطوا لي لعيكات كثيرة وتكتبوا لي كومنتات جميلة زيكم وعشان لا أطول عليكم راح أتكر أسميكم بنهاية القصة ويلا نبدأ بقصتنا تقول صاحبة القصة أنا جمانة كنت البنت الثانية بين أخواتي تخرجت من الثانوي وخطبني ولد خالتي على طول كنت صغيرة عمري 17 سنة خالتي كان عندها بنته ولد وحيدينها وكانت علاقتنا بخالتي قوية وبنتها تعتبر تربت معايا كانت أكبر مني بثلاث سنوات وولدها أكبر مني بخمس سنوات خالتي عمرها ما لمحت لناب تخطبني لولدها أو حتى قالت سي عن هالموضوع أمي مرة فرحت أول ما خطبتني خالتي وأقنعتني أوافق عليه وكانت تمتح ولدها عندي أنا أعرفه بس مو مرة يعني أسمع كلام خالتي وأخته عنه لكن عمري ما فكرت فيه بصراحة رغم أنه أشوفه يطلع مع أخواني ويجي ويروح بس أنا كنت حابة أدرس جامعة لكن أمي كانت فرض سيطرتها علينا بشكل ما تتوقعه أبدا إذا قالت شيء لازم يصير وبدأت زن علي هذه أختي وتبت فشليني معاها وبعدين ولدها قويس وما في سبب أنك ترفضي وكلام كثير كل يوم تعيدوا لي مريت بضغط ووافقت وأنا ممو مخسنعة أمي وخالتي وبنتها كانوا مبسوطين مرة وبنت خالتي مبسوطة أني بتزوج أخوها وبسكن قريب منهم أنا كنت جاملهم وأبحك وأمشي لكن من داخلي أبدا ممو مختنعة حاسة أني ما بيتزوج الحين ولا مستعدة للمسؤولية أساسا تمنيت أبوي يكون موجود عشان أقدر أقول لا أبوي الله يرحم وكان ينقذنا من أمي حنون ومسالم ومستحيل يقصدني على شيء ما أبيه المهم تمت الملكة وحسيت بشعور غريب في ولد خالتي كان مثل تصرفاتي تماما يضحك ويجامل وبارد نوعا ما حسيت هو بعد مقصوب على هالزواج ولا قادر يقول لا دعيت ربي يفكني من هالموضوع بأقرب وقت ويختار لي الأفضل دايما وبدأت أتواصل مع ولد خالتي وكان شعور غريب علي ولازم أتعرف عليه وأكتشف شخصيته في هالفترة كان يتصل علي ويتكلم ويسولف عن يومه ويسأل عني بشكل عادي وكان واضح أنه يبي يمشي المكالمة بأي سوالف تطلع معاه وبعدها يغيب بالأيام ما يدق ويكتفي برسائل الواتس جيت حكيت لأمي وقلت لها وطبعا ما سمعت مني وقالت لي أنت تبالغين والولد أكيد مشغول بدوامه تجاهلت مشاعري هذه وقلت يمكن صح كلام أمي والعيال طبيعتهم جامدين شوية حاولت أقنع نفسي بهالكلام لكن كنت أدري من قرارة نفسي أنه فيه شي غلط وما يحبني أبدا ومرت فترة قطوبتنا الشهرين على طول وما لحت حتى أتعرف عليه مثل الناس وتم زواجنا على خير والكل كان مبسوط إلا أنا وزوجي كأنهم هم اللي تزوجوا ومو إحنا الزواج أحيانا يكون مصالح بين الأهل وإحنا الضحية والحمد لله على كل حال ونفس ما فكرت لقيت معاملة زوجي بعد رجوعنا من شهر العسل كانت غريبة عصبي ويهاوش على أدفه شي أنا كنت حساسة وهادية طبيعتي كنت أسكت وما أقدر أرد عليه وبعدها هو يحس بالندم ويجي يعتذر مني بآخر اليوم كانت حياتي معا روتينية ونطلع نروح نزور أهلين ونرجع بس واضح أن أنا مخصوبين على بعض أنا عادي بدأت أتعود على الوضع وأتأقلم على حياتي الزوجية ورغم أني صغيرة قايمة بكل واجبات البيت حتى الطب رغم أني ما كنت أعرف أطبخ كثير لكن تعلمت وكان هو ينبسط إذا طبخت ويحب أكلي ويمدحني قررت بعدها أكلم بموضوع دراستي بالجامعة قال لي كيفك سوي اللي تبغي ما اعترض ولش الجاني وبدأت أنشغل بموضوع الدراسة وكنت مبسوطة أني رجعت أدرس وأغلب وقتي صرت مع زميلاتي بالجامعة ما صار عندي وقت كثير أشوف زوجي أو بالأخص هو صار يطلع كثير كنت أخاف أسأله لأنه يعصب على طون وما يحب أحد يدخل فيه وكنت راقب حركاته كان أغلب وقته على الجوال وإذا بيتكلم مكالمة يطلع برا البيت كنت راقبه من شباقة صارة ويكون واقف بالشارع متحمس ويضحك ويصورف أنا شكيت مليون بالمية أنه يكلم واحدة انقهرت وعصبت وقلت أول ما يجب أكلمه بعدها سكت وقلت العصبية هذه ما رح تفيدني أبدا وبدأت راقب تصرفاته وغيابه عن البيت وعلاقاتنا صارت مائلة للبرود بشكل كبير إذا جلسنا مع بعض هو ساكت وما يتكلم وماسك جواله ويغيب بالأيام عن البيت وبس يكتفي برسالة يبلغني فيها أنا مع العيال بالاستراحة كلمي أخوانك وروح لأهلك أمي كانت تستغرب وتسألني كنت أسكت وما أقول لها شيء ولا عمري تكلمت مع إنه من حقها تعرف إنه هي السبب لأنها غصبتني على إنسان ما يبيني وتعبتني وأنا صغيرة بيت ومسؤولية وزوج بارد لكن الغريب صار وضع زوج المادي يحسن من قبل بكثير يحولي فلوس بدون لا أطلب ويقولي غير رأسات البيت ولو تبيني اطلعي مع صديقاتك ويستانسي ويجيب هدايا وأشياء أنا ما طلبتها استغربت من وين له فلوس وأنا أعرف وظيفة عادية ورات بي الله يكفينا مصاريف وإيجار بيت ونت وطلعات المهم رجعت من عند أهلي وجلست معاه وسألت من وين لك فلوس قل لي أنا تركت وظيفتي واشتغلت مع واحد من أصحابي بمشروع والحمد لله وضعنا تحسن وبس اكتفى بها الكلمتين وقل لي لا تدخلين بأمور أكبر منك وخلاص كل شيء قاعد يجيك المهم مرت سنة وأنا على نفس وضعي هو بنفس تعامله وغيابه الكثير وأنا مشغولة بدراستي والصدق ما عاد أهتم لأي شي يسويه خلاص جاني تبلد كنت مطنشة وتركتها لرب العالمين ومصيره ينكشف لي وفعلا بيوم كنت عند أهلي وجاني اتصال على جوالي من الشرطة كانت أصوات سياراتي سعاف ويزعاج أنا خفت للأمان عليه لأني ما أكرهه صحي النموه من الفيني ويعامني كأني قطعت أثاث بحياته لكنه مو سيء لدرة أني أتمنانه الموت وكان عندي أمل يتعدل ويحس بقيمتي بس للأسف جاني خبر من الشرطة أنه صار له حادث ووضعه خطير جدا وعلى طول رحت للمستشفى أنا وأخويا وكان وضعه فعلا خطير ووجهه كله جروح بكيت أول ما شفته والشرطة قالوا كانت فيه وحدة معاه عمرها بالأربعين وتوفت أنا انصدمت مين هذي وبعدين قالوا أنهم متزوجين وكانوا مع الصبير على بعض لين فقد السيطرة وسو الحادث ما أدري أزعل أو حقد عنيه شعور غريب ومخربط كنت متوقعة أنه متزوج عليها وكنت متوقعة أنه مصدر الفلوس مصدر قدر بس لا يختار واحدة بعمر أمه وعرفت أنه كان متزوجها عشان الفلوس بس وطلعت صاحبة أعمال مشهورة وزوجنا قالوا للعناية ودخل بيغيبوبة والدكتور قال وضعه خطير وسوينا اللي علينا الحين هو يحتاج دعائكم بس وأخويا حاول فيني أرجع معاه للبيت بس رفض بقيت بالمستشفى وأنا ودي أدخل صحي وهاوشو بداخلي قهر وعتاب وكلام كثير دام بتتزوج واحدة وتصرف عليك ليش تزوجتني وظلمتني معاك يا ابن الناس ليش حملتني هام أنا مو قدو رجعت لبيت أهلي وأنا مهملة دراسة ومتضايقة ووزني نزل خلال فترة قصيرة خالتي وأخته انصدموا وما توقعوا أكون عايشة كل هذا وساكتها وخالتي كانت تواسيني تقول فلان إن شاء الله بيقومي بيرجعلك وبتعيشون مع بعض أحسن حياة وأنا مقهورة منهم ومن أمي ومن كل الناس اللي صار لي ما أسمناني عدوي وبعد شهر اكتشفنا إنه عنده بنت عمرها ما كملت الشهرين وزادت صدمتي أكثر جابتها المربية اللي كانت تعتري فيها للمستشفى وشفتها هناك أنا وخالتي وأهلي كانت مربية مغربية ومهتمة فيها وحزينة على وضع الطفلة مرة قالت زوجي كان رافضها الطفلة وكان بيطلق زوجته لأنها ولدتها البنت طرعت متلازمة داون وكان رافضه إنه يعترف فيها ولهذا السبب كانت مشاكله مع زوجته بالسيارة أنا ما عرفت أحزن على البنت ولا أحزن على أمها خالتي أخذت البنت وقالت هذي قطعة من ولدي وأكيد بهتم فيها وأمي كانت حاقدة على زوجي كثير وأكثر واحدة ما توقعت منها هالمعاملة لأني أعرفها تحب ولد أختها مرة وتحب أختها ومستحيل تكون ضدها بهالظروف وقالت لي لازم تنفصلين عنه وإيش تبغين فيه وهو على فراشة الموت وإنتي باقي صغيرة توك عمرك 19 سنة وفوق هذا عنده بنت معاقة بدأت أمي تزين علي بها الفكرة وضغطتني نفسيا بس وقفت بوجهها الأول مرة خلال هالسنتين تغيرت وكبرت وصرت شايلة مسؤولية فوق عمري قلت لها ما بنفصل عنه وبنتظر لاني تعافى ولو ما تعافى وتوفى بعيش مع خالتي وبربي بنته أنت دمرتيني بحياة كنت ما أبيها ومو بسهولة أقدر أطلع منها وأتزاوزها وفعلا خالتي كانت أحن من أمي عليها رحت عندها واهتميت بالبنت تغم حقدي وكرهي لأبوها واللي سواها فيني بس ما هانت علي طفنة ما لها أي ذنب خالتي احتوتني وكبرت بعينها وأمي أنا للحين زعلانة منها بس مستحيل أكرهها ومصيرها بتحس إنها ظلمتني ومرت ثلاثة سنوات وللآن زوجي بالعناية وكل يوم اتطمن عليه ولازال عندي أمل يصحى وبنته كبرت وصارت تناديني ماما أكذب لو أقول لكم أني ما حبيتها تعلقت فيها مرة ويوم دخلت حياتي الخير كله دخل علي كملت دراستي بالجامعة وكل شي تسهل معايا ورب سخر لي عيال وبرات الحلال وتوظفت بمكان الكل يحلم فيه تحملت مسؤولية البنت وخالتي والبيت وتصالحت مع كل شي مرت فيه وقلت خيرة من رب العالمين والحمد لله على كل حال دعواتكم لزوجي يقوم بالسلامة ويطم من قلب خالتي عليه ودعواتكم لأمي ربي يهديها ويصلحها وإلى هنا انتهت قصتنا لليوم اكتبوا لي رأيكم على القصة في الكومنتات ويا أهلين فيكم خديجة من العراق ليان من عمان وريف من السعودية رقية من الأردن وإذا عجبتكم القصة لا تنسوا تضغطوا زر اللايك واشتركوا بالقناة وانتظروني بقصة جديدة